ونحن نتحدث الآن يمر على إطلاق مبادرة الحزام والطريق عشر سنوات كيف ترى هذه المبادرة الآن؟ يعني أهم ما في هذه المبادرة أنها تحولت من مبادرة صينية إلى مشروع عالمي بمعنى أنه حدث نوع من التفاعل أو درجة كبيرة من التفاعل من جانب الأقاليم الاقتصادية المختلفة مع هذه المبادرة وبالتالي المبادرة هنا تحولت من أن تكون مبادرة صينية أو مشروع صينيا إنجاز التعبير إلى جزء من السياسات العالمية هناك التحاق من عدد كبير من الدول بما فيها الدول الأوروبية في البنك الأسيا والاستثمار في البنية التحتية وهو أحد الأزرع المالية المهمة التي تساهم في تنفيذ هذه المبادرة وبالتالي هذا كان مؤشر إلى التفاعل الدولي مع المبادرة أيضا أصبح هناك على الأرض مشروعات تم تنفيذها بالفعل مثل خطوط السكك الحديدية بين الصين وبين عدد من الدول الأوروبية مرورا بعدد كبير من الدول في منطقة أوراسيا وبالتالي تحولت المبادرة هنا إلى أساس لخلق مصالح اقتصادية بين الصين وبين عدد كبير من الدول العالم وبالتالي كل هذا ساهم بالإضافة إلى طبعا العديد من مذكرات التفاهم التي وقعت بين عدد كبير من دول العالم مع الصين في إطار التعاون يعني داخل هذه المبادرة كل هذا يعني حول المبادرة في رأيي من أنها مبادرة صينية إلى أنها أصبحت جزء من السياسات العالمية وبالتالي خلقت درجة كبيرة أو من التوافق الدولي مع الصين حول هذه المبادرة خلقت أيضا مصالح كبيرة بين عدد كبير من الدول في مختلف المجالات في البنية التحتية في المجالات المعاملات المالية في التجارة في السسمار في السياحة وبالتالي تحولت بالفعل إلى مرتكز للمصالح الدولية مع الصين اشتركوا في القناة